أهلنا بكم مشاهدين النشرة من العاصمة ساعة مفصلة لأهم الأخبار في الولايات المتحدة والعالم تتصاعد في الكونغرس الضغوط على كاهل دولة قطر فقد انضم النائب الديمقراطي البارز ستيني هاير انضم إلى أصوات علت سابقا لمشارعين أمريكيين طالبوا الدوحة بالضغط على حركة حماس لإبرام اتفاق لتبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة تحت طائلة معاقبة الدوحة دبلوماسيا وقدر قطر من جهادها رفضت هذه الضغوط يحمل البيان الصادر عن النائب الديمقراطي البارز ستيني هاير نذر تحذير غير خاف لقطر فبالرغم من أن البيانة تضمن دعوة ملحة للدوحة للضغط على حركة حماس للتنازل عما وصفه البيان بشروطها التفاوضية العبثية وغير المنطقية حول اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار فإنه حذر الدوحة أيضا من عواقب عدم تلبيتها لهذا الطلب ألا وهو وضع علاقتها مع واشنطن تحت مجهر إعادة التقييم شرط بدى البيان الصادر عن الدوحة وكأنه يرفضه من دون الإدلاء بذلك صراحة فقد وصفت موقف هوير بغير البناء وعبرت عن استغرابها إذا أتوجيه مثل هذا الطلب لها بالرغم من كونها مجرد وصيط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس الذين يتحملان حسب تعبير الدوحة مسؤولية نجاحها أو فشالها إلا أن علاقات قطر المزمنة والوطيدة مع حماس غدت محطة اهتمام المشارعين الأمريكيين منذ هجوم السابع من أكتوبر فقد طفت عن مشارعي الحزبين بلجنة العلاقات الخارجية المتنفدة بمجلس الشيوخ الشهر الماضي شروط مشابهة لقطر وتقدم مشارعون جمهوريون بمجلس الشيوخ قبل أيام بمسودة قانون لتجميد الاتفاق الدفاعي الموقع مع الدوحة والذي يمنحها صفة حريف بارز من خارج مظلة الناتو في مؤشر آخر على تنامي الضغوط على الدوحة تحت قبة الكونغرس حديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن جورجيو كافيرو الرئيس تنفيذي لمركز تحليلات الخليج كما ينضم إلينا من الدوحة الدكتور صالح غريب مدير مركز القمة للدراسات أهلا ومرحبا بكما أبدأ معك سيد كافيرو من واشنطن يعني قراءتك لهذه التصريحات ليرناب بستيني هايرو وباعتقادك إلى أي حد يمكن أن تدفع بالفعل إدارة الرئيس بايدن إلى إعادة تقييم العلاقة مع قطر بناء على موقفها من حماس كما قال النائب شكرا يشرفني أن أظهر على شبكاتكم أعتقد أنه من جملة بعض العناصر في واشنطن قطر أصبحت عبارة عن كبش فداء وهناك الكثير من الإحباط بعد ستة أشهر من بدء حرب إسرائيل على غزة والأمور لم تكن كما كانت إسرائيل والوليات المتحدة تودان وبالتالي هنا في واشنطن بعض السياسيين مثل هوير يقولون هذه الأشياء هذا ليس بالجديد ولكن أن يكون هناك تشكيك في إدارة بايدن أعتقد أنه طالما أن هناك مفاوضات حول الرهائن فإن إدارة بايدن ستستمر في النظر إلى قطر على أنها لاعب دبلوماسي هام والسؤال هل إدارة بايدن تتخذ منهج مخالف تجاه الدوحة بعد انتهاء وضع الرهائن ربما ولكن إلى ذلك الحين لا أرى إدارة بايدن تتخذ مقاربة مختلفة تجاه قطر نعم دكتور غريب من الدوحة يعني قطر اعتبرت هذه التصريحات للنائب هاير بأنها غير بناء ولكن باعتقادك ما الذي دفع هذا النائب الديمقراطي للتصريح بهكذا تصريحات حول قطر في هكذا يعني مرحلة حساسة ومهمة من الوسطاء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وحتى إطلاق سراحي الرهائن في قطاع غزة نعم أولا أهلا وسهلا أنا مسعيد بتواجدي معكم وأهلا بزميل الآخر لا شك أنه يعني هذا التصريح حقيقة كان مزعج لدولة قطر ولأنه كمواطنين قطريين على اعتبار أنه دولة قطر تسهم مساهمة كبيرة في أولا إطلاق صراح الأسرى الموجودين لدى حركة حماس سواء كان من المواطنين الإسرائيليين أو الغير مواطنين إسرائيليين موجودين لدى حركة حماس وأسهمت في ذلك لكن أن يأتي مثل هذا التصريح أمر مؤسف حقيقة وكان رد سفارة دولة قطر على هذا التصريح واضح وجلي لكن هو نوع من الضغط حقيقة على دولة قطر بالضغط على حركة حماس ولا شك أنه هذا الضغط يعني مؤسف أن يكون بهذا الشكل وبهذه الطريقة التي يأتي في هذا التوقيت من الوقت الحساس من هذه المفاوضات التي لازالت على الرغم من تعثرها من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية وبعد أن وصلنا إلى النهاية يأتي هذا التصريح ليعرقل هذه المفاوضات الجارية قطر هل كان يمكن لقطر أن تتجاهل هذه التصريحات دون أن تصدر بيانها وتعليقها عليه برأيك؟ لا أنا بالعكس أسعدنا جدا هذا الرد على هذا التصريح ووضحت كثير من النقاط التي قد ججلها هذا النائب ويعني مثل ما نفهم ذلك أنه هذا نوع من الضغط على دولة قطر من أجل الضغط على حركة حماس واتهام قطر حقيقة بهذا الشكل مثل ما قلت يعني أمر مؤسف قطر علاقاتها جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية هناك حوار استراتيجي مستمر بين دولة قطر وسواء كان يعقد في الدوحة أو يعقد في واشنطن هناك علاقات قديمة أيضا يعني ما ضع عليها 50 عاما أن يأتي الآن بهذا الشكل وبهذه الصورة وبهذا النوع من التصريح وهذا الاتهام لا شك أنه أمر مؤسف جدا بالعودة لك سيد كافيرو يعني فيما يتعلق بالدور القطري وكذلك الولايات المتحدة في هذه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس إلى أي حد ما زالت تثق الولايات المتحدة بالدور القطري كوسيط في هذه المحادثات وتعتمد عليه ربما في التوصل أو الضغط بين قوسين يعني على حركة حماس كي يتم بالفعل التوصل إلى هدنة طال أمدها وأصبحت بشكل أو بآخر مطلوبة ولو على الأقل إنسانيا في قطاع غزة المسؤولون في إدارة بايدن على بينا بأن قطر لها سجل وأنا لا أتحدث عن الحرب الحالية في غزة ولكن نعود إلى حروب سابقة في غزة 2014-2021 الدبلوماسية القطرية أحدثت فرقا كبيرا فرقا هاما للوصول إلى وقف لإطلاق النار خلال هذه النزاعات أيضا وقف إطلاق النار المؤقت الذي كان هناك في العام الماضي والإفراج عن بعض الرهائن كان هذا بفضل العمل الشاق الذي قامت به قطر مرة أخرى أنا أؤكد أن هناك سجل لقطر وأعتقد أن هناك البعض في واشنطن من المؤدلجين الذين يرون كل شيء في الشرق الأوسط كأبيض أو أسود إما أنت مع حماس أو أنت ضد حماس هؤلاء الناس يواجهون صعوبة في فهم الأشياء الدقيقة المتعلقة بالدبلوماسية القطرية ولا يفهمون كيف أن قطر تلعب دورا وسيطا يسهل الإنخراط مع حماس هذا ليس أن قطر حليفة لحماس وإنما تحافظ على علاقة براغماتية مع المجموعة الفلسطينية والتي يمكن أن تساعد على تسهيل الحوار والتي يمكن أن تشكل جسرا بين حماس والولايات المتحدة وإسرائيل بالعودة لك دكتور بصالح فيما يتعلق به هذه العلاقة كما راها البعض بين قطر وحركة حماس ونعلم بأن قطر تستضيف قيادات من حماس ويقول البعض بأن تشكل أو بأخر قناة الجزيرة ذراع إعلامي لحركة حماس كيف تعتبر قطر نفسها وسيطاً في هذه المفاوضات وهي تستضيف وتدعم إعلامياً حركة حماس في المقابل قطر وسيط نزيه جداً 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 في هذه المسألة بمعرفة الولايات المتحدة الأمريكية وهناك تنسيق أيضاً في هذا الشأن ولعل ما حدث في أفغانستان وجهود دولة قطر مع حركة طالبان سواء كم مع الولايات المتحدة الأمريكية أو بإجداء رعاية الولايات المتحدة الأمريكية ورعاية الدول الأخرى التي كانت موجودة لذلك وجود قيادات حركة حماس في الدوحة لا يعني يعيبها إنما هو نوع من الخط الموجود للتفاوض بين الحركة وبين المجتمع الدولي لذلك إذا استبعدنا كل هذا التواصل فكيف يمكن أن يتم التواصل إلى اتفاق كما حدث في نوفمبر يعني على سبيل المثال لكن الآن قطر ليست فقط في موضوع حماس إنما في كل الملفات التي استطاعت أن تدقل فيها وجدت الحل وماذا عن الذراع الإعلامي التي توفرها قطر لحركة حماس؟ لا قناة الجزيرة ليست نطاق لسان حال حركة حماس إنما هي تغطي كما تغطي القنوات الأخرى هذه الحرب يعني ما نشاهده في القنوات الأخرى وإن كانت تصف في الطرف الآخر لكن قناة الجزيرة لمن لا يفهمها لمن لا يعرف رسالتها هي تطرح الرأي والرأي الآخر ولذلك ليست نطاق بلسان حركة حماس أبدا كيف تنظر وهل تتفق مع ذلك سيد كافيرو فيما يتعلق بموقف قطر من قادة حماس وحتى فيما يقال حول الذراع الإعلامي للحركة هناك نعم أنا أتفق وأعتقد أيضا أن من المهم الإشارة إلى أنه في التسعينيات عندما انطلقت الجزيرة شبكة الأقمار الصناعية كانت فريدة من نوعها في العالم العربي لأنها وفرت فرصة للمسؤولين الإسرائيليين أن يظهروا على الجزيرة كضيوف وأن يعبروا عن آرائهم وبالتأكيد كانت هذه نقطة يجب أن نتذكرها أيضا نحن مؤخرا ذكرنا مؤخرا السفارة القطرية هنا في واشنطن ذكرتنا أن إدارة أوباما هي التي طلبت من قطر أن تدع قيادة حماس السياسية تقيم في الدوحة بعد اختلاف حماس مع الحكومة السورية عام 2011-2012 كان هذا طلب من إدارة أوباما أن تقوم قطر باستضافة مكتب للطالبان في النصف الأول من عشرين عشر أو عشرين ثلاثة عشر إذن الكثير من النقد الموجه إلى قطر لاستضافتها ممثلين لحماس والطالبان هذا النقد يقوم به أناس كثيرون في واشنطن يفضلون تجاهل الدور الأمريكي في الطلب من قطر المساعدة في موضوع حماس والطالبان ومنظمات أخرى من واشنطن سيد جورجيو كافيرو رئيس تنفيذي لمركز تحليلات الخليج شكرا لك وشكر موصولك من الدوحة الدكتور صالح غريب مدير مركز القمة للدراسات شكرا قال مسؤولنا كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة سين ان أن واشنطن تتوقع ردا إسرائيليا محدود النطاق على الهجوم الإيراني وفقا للمسؤول فإن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية تشير إلى أن إسرائيل تدرس توجيه ضربة ضيقة ومحدودة داخل إيران لأنها تعتقد أن عليها الرد بالنظر إلى النطاق غير المسبوق للهجوم الإيراني عليها وضف أن إسرائيل لم تختر الولايات المتحدة رسميا بشأن خططها للرد وموعده مشيرا إلى أن واشنطن تأمل بإختارها من جانب إسرائيل بأي تحرك ضد إيران لضمان الاستعداد لحماية العسكريين والديبلوماسيين الأمريكيين في جميع أنحاء المنطقة المسؤول أضاف أن الولايات المتحدة قد تعبر عن اعتراضها لما يمكن أن تقوم به إسرائيل في سياق ردها على الهجوم الإيراني وبغض النظر عن التحرك الإسرائيلي فإن المسؤول الأمريكي أوضح أن واشنطن وثقة من خفض التصعيد بين الجانبين بدوره قال القائد السابق لقيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكينزي قال إن إسرائيل اليوم في موقف قوي وأن موقف إيران ضعيف خاصة بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل واصفا إياه بالفاشل وخلنا مقابلة مع الحرة قال ماكينزي إنه لا يعتقد أن إيران تسعى إلى حرب موسعة فهي تعرف جيدا قدرات أمريكا وإسرائيل الهجوم الإيراني فشل كانت هناك محاولة لفرض تكلفة عالية على إسرائيل استخدم الصواريخ والمسيرات والصواريخ المجنحة إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبعض دول الجوار استطاعت أن تحبط الهجوم اليوم إسرائيل في موقف قوي وإيران في موقف ضعيف لأن إيران نظرت إلى هذه الصواريخ والمسيرات والصواريخ المجنحة على أنها جوهرة التاج أنا لا أعتقد أن إيران تسعى إلى حرب واسعة وإيران تفهم كلية القدرات التي نمتلكها وقدرات إسرائيل أيضا وبالتأكيد تفهم قدرات الولايات المتحدة وتعرف أن النهاية الحتمية لأي حرب ستكون دمار إيران وهي لا تسعى إلى ذلك أولوية إيران هي حماية النظام الديني الذي يحكم إيران ستفعل كل شيء لضمان ذلك خوض حرب ضد إسرائيل أو ضد الولايات المتحدة هي طريقة لتعريض هذا النظام إلى الخطر هذا وتتواصل الجهود الدولية والإقليمية لمنع المزيد من التصايد في الشرق الأوسط حيث تتعالى الدعوات لإسرائيل بضبط النفس وتجنب الرد على إيران وهي الدعوات التي تقابلها تصريحات من مسؤولين عسكريين إسرائيليين تؤكد أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني من دون تقديم المزيد من التفاصيل حول طبيعة أو موعد هذا الرد وسط ترقب في الداخل ودعوات لضبط النفس من الخارج تتواصل المشاورات الإسرائيلية لتحديد طبيعة الرد على الهجوم الإيراني مجلس الحرب الإسرائيلية يواصل اجتماعاته إذ يلتئم للمرة الثالثة منذ الهجوم الإيراني لبحث خيارات الرد بالتزامن ترك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتزي هاليفي باب التكهنات مفتوحا على مصراعيه بتصريحات من قاعدة نفاتيم الجوية التي لحقت بها بعض الأضرار في الهجوم الإيراني هاليفي أكد أن العدد الكبير من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران على إسرائيل ستقابل برد بالتأكيد واشنطن التي أكدت من جهتها أنها لن تشارك في أي هجوم من إسرائيل على إيران شددت عبر تصريحات المستشار لاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كاربي على أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى حربا مع إيران ولا تريد أن ترى صراعا إقليميا فيما امتنع البيت الأبيض عن الإدلاء بأي تصريحات حول ضغوط من الرئيس بايدن على نتنياهو لممارسة ضبط النفس في الرد على إيران المشهد على الجانب الإيراني ليس أقل توترا فالشارع الإيراني الذي يعاني من ضغوط وأعباء اقتصادية كبيرة يعيش حالة من القلق والترقب لطبيعة الرد الإسرائيلي فيما نقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحذيرا واضحا لأمير قطر تميم بن حمد بأن رد إيران سيكون قاسيا على أي تحرك إسرائيلي يستهدف المصالح الإيرانية وذلك وفقا لوسائل إعلام إيرانية دوليا وإقليميا تتعالى الأصوات المطالبة لإسرائيل بضبط النفس وتجنب التصعيد الإقليمي ولسيما والهجوم الإيراني لم يسفر عن سقوط أي ضحايا أو أضرار مادية كبيرة وفيما أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزي باريل من مخاوف من أن العالم يقف على حافة الهاوية ويجب الابتعاد عنها بشتى الطرق كرر الأمين العام للأمم المتحدة الدعوات بضبط النفس وهي دعوات سبقهم إليها فرنسا وألمانيا وبريطانيا التي ضمت صوتها إلى واشنطن في دعوة إسرائيل إلا تجنب توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط خوفا من عواقب وخيمة قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت ييلن إنها تتوقع في فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران في الأيام المقبلة وذلك بسبب هجومها غير المسبوق على إسرائيل مشيرة إلى أن الإجراءات قد تستهدف تقليص قدرة طهران على تصدير النفط وفي كلمة لها حول التصورات التي ستطرحها بلادها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ذكرت ييلن أن هناك العديد من الجهود الدبلوماسية لاحتواء الصراع في الشرق الأوسط ومنع التصعيد بين إسرائيل وإيران مشيرة إلى البحث في خيارات فرض عقوبات على إيران للحد من أنشطتها المزعزعة للاستقرار وأشرت إلى أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لعرقلة تمويل إيران للإرهابيين نحن نعمل بجد لاحتواء الصراع كما أن هناك جهداً دبلوماسياً موسعاً لحث إيران على كبح نشاطها المزعزعة للاستقرار ما نره لا يمثل الصراعاً عالمياً ولكن بعض الدول في الشرق الأوسط شهدت تأثيرات سلبية وفيما يتعلق بالعقوبات فإني أتوقع أن نتخذ إجراءات عقوبات إضافية ضد إيران في الأيام المقبلة المناقشة مستمرة في هذا الشأن والخيارات كلها متاحة لتعطيل تمويل إيران للإرهاب ومن المؤكد أننا سنتخذ إجراءات عقبية إضافية للحد من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ولسيما تلك المرتبطة بشبكات شراء الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية والشبكات الإرهابية رحبت الإدارة الأمريكية بخطة العمل التشريعية التي قدمها رئيس مجلس النواب مايك جونسون وقال البيت الأبيض في بيان إن مقترحاته ستساعد في تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل داعيا إلى إقرارها هذا الأسبوع من جهته جدد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون التقليل من أهمية الجهود لإقالته من منصبه بعد إعلان النائب الجمهوري عن ولاية كنتكي توماس ماسي دعمه لجهود نائبة عن ولاية جورجيا مارجوري تايلر جرين للإطاحة برئيس مجلس النواب احتجاجا على قراره إدراج تشريعين منفصلين لدعم أوكرانيا وإسرائيل وحذر ماسي من أن أكثر من ثمانية نواب جمهوريين أبدوا استعدادهم للمضي قدما بإجراءات عزلي جونسون الذي قال في المقابل أنه ليس قلقا على الإطلاق من هذا التحرك معلقا أن مساعي إقالته لن تنجح بعد مرور أكثر من شهرين على إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون تقدم بمقتضاه واشنطن مساعدات لكل من إسرائيل وأوكرانيا يأتي تصويت مجلس النواب هذا الأسبوع على تقديم مساعدات للبلدين عبر تشريعين منفصلين مع ما يحيط بإقرار المساعدات من جدل وخلافات داخل الحزب الجمهوري الذي يهيمن على مجلس النواب من جهة ومع الديمقراطيين من جهة ثانية هناك أحداث متسارعة في جميع أنحاء العالم نراقبها جميعا بعناية شديدة ونعلم أن العالم يراقبنا ليرى كيف نتعامل معها لدينا إرهابيون وطغاة وقادة فضيعون في جميع أنحاء العالم مثل بوتين واتشي وفي إيران لن نقوم بالتصويت على الملحق الإضافي لمجلس الشيوخ بشكله الحالي ولكننا سنصوت على كل هذه الإجراءات بشكل منفصل في أربع أجزاء مختلفة سوف نصوت على المساعدات لإسرائيل وعلى المساعدات لأوكرانيا وعلى المساعدات لمنطقة المحيط الهادئ ثم على مشروع آخر يتضمن أولويات أمننا القومي ويعرقل الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري منذ أشهر حزمة مساعدات ضخمة لكييف قيمتها ستون مليار دولار ربطت إدارة بايدن إقرارها بتقديم مساعدات أخرى لإسرائيل قيمتها أربعة عشر مليار دولار وطلب الرئيس بايدن إقرار مساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل وتايوان تبلغ قيمتها مجتمعة خمسة وتسعين مليار دولار وصدق عليها مجلس الشيوخ كحزمة واحدة لكن رئيس مجلس نواب عرقل إقرارها بضغط من الرئيس السابق دونالد ترامب ويقول المراقبون إن مساعي أقرار المساعدات باتت أكثر إلحاحا بعد الهجوم الذي شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة مطلع هذا الأسبوع على إسرائيل على الرغم من المعارضة الشرسة في الكونغرس المنقسم بشدة ويواجه جونسون تهديدا من الجمهوريين من اليمين المتشدد بالإطاحة به من منصبه إذا سماح بإقرار المساعدات الأوكرانية فيما يضغط البيت الأبيض على المجلس لسماح بالتصويت كما فعل الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال أن الولايات المتحدة شهدت تقدما مضطردا في حجم المساعدات المتوجهة إلى قطاع غزة لكنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب وضف ميلر أن واشنطن تعمل على زيادة حجم تلك المساعدات لقد شهدنا زيادة كبيرة في عدد الشاحنات حيث وصل عددها إلى 400 شاحنات وقد انخفض عددها في بعض الأيام إلى ما دون ذلك على سبيل المثال أواخر الأسبوع الماضي وجهنا صعوبة في بضعة أيام خلال عيد الفطر كان يصعب فيها العثور على سائق الشاحنات لذا فقد تراجع معدل الشحنات ومع ذلك فقد شهدنا زيادة مضطردة في أعداد الشاحنات التي تدخل إلى غزة والآن إلى هذه الجولة في أبرز ما تناولتها صحف الأمريكية اليوم ثلاثاء بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وحتى فيما يتعلق بالتطورات وتداعيات الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل نبدأ هذه الجولة مشاهدين من صحيفة The Washington Post هذه الصحيفة نشرت مقال تحت عنوان التصعيد الإيراني مع إسرائيل يحول التركيز بعيدا عن قطاع غزة جاء في صحيفة The Washington Post وفي هذا المقال يقول الكاتب أن الهجوم الإيراني على إسرائيل منح لنتنياهو فرصة لصرف الانتباه عن الأزمة الأكثر الحاحن والمطروحة أمامه والمتمثلة في مواجهة انتقادات دولية متزايدة لإدارة حكومته بشأن الحرب في قطاع غزة وأضاف أن الرد الدولي على الهجوم الإيراني كان بمثابة تذكير للإسرائيليين بالدعم الطويل الأمد الذي يتمتعون به في الغرب وكذلك بين جيرانهم العرب في المنطقة مثل الإمارات والسعودية ودول أخرى لا تثقوا بطموحات طهران وأجندتها وفقا للكاتب في هذا المقال فإن الهجوم الإيراني قد يدفع الأمريكيين إلى الإدراك أن نتنياهو وحكومته الحربية يجرون النيتو إلى حرب إقليمية مع إيران وهو ما ليس في مصلحة الولايات المتحدة أو الانتحاد الأوروبي مما يجعلهم يضاعفون الضغوط على نتنياهو في هذه الجودة ننتقل إلى صحيفة The Wall Street Journal هذه الصحيفة نقرأ فيها مقالا تحت عنوان الخطوة التالية لإسرائيل بعد الهجوم الإيراني تنطوي على حسابات معقدة جاء في هذا المقال في صحيفة The Wall Street Journal أن إسرائيل أمام معضلة حقيقية تتمثل في عزمها على معاقبة إيران بعد هجومها الأخير لكنها تواجه تحديا صعبا يتمثل في إيجاد طريقة للقيام بذلك لتجنب المزيد من التصعيد مع المحافظة على الشراكة التي ساعدتها على صد الهجوم الإيراني وتحقيق أهدافها في قطاع غزة غير أن هذا التحرك المحتمل الإسرائيلي ضد إيران يتزامن مع تحدي كبير تواجهه إسرائيل وفق الصحيفة يتمثل في عملياتها العسكرية في غزة التي تشكل أيضا جزءا من حساباتها بما في ذلك الهجوم المخطط له على مدينة رفح في هذه الجولة نبقى مع ذات الصحيفة The Wall Street Journal في هذا المقال الذي نشرته الصحيفة تحت عنوان قادة الحرب في إسرائيل لا يثقون ببعضهم البعض جاء في هذا المقال أن الرأي العام الإسرائيلي ينقسم بشكل عميق حول كيفية تحقيق النصر في حرب قطاع غزة وكذلك الأمر بالنسبة للمسؤولين الثلاثة الكبار في حكومة الحرب الذين يهدفون إلى تعزيز الوحدة في هذا الجهد وضفت الصحيفة أن هذه الخلافات مستمرة منذ فترة طويلة بين بنيمينة تنياهو ووزير الدفاع يواف غالنت وكذلك عضو حكومة الحرب بني جانس حول كيفية شن حملة عسكرية حاسمة وتحرير الرهائن الإسرائيليين ومن يحكم أيضا قطاع غزة ما بعد الحرب وفقا للصحيفة فإن كيفية الرد على إيران جاءت لتضيف خلافا جديدا بين القادة الإسرائيليين الثلاثة نختتم هذه الجولة المشاهدين مع صحيفة The New York Times هذه الصحيفة نشرت مقالا تحت عنوان انتصار دبلوماسي لبقاء غير مضمون في السلطة في هذا المقال في صحيفة The New York Times قالت الصحيفة أن الرئيس سلامريكي جو بايدن حقق انتصارا دبلوماسيا وعسكريا كبيرين بعد النجاح في صد الهجوم الإيراني على إسرائيل وفقا للصحيفة فإن بايدن وفريقه كانوا يأملون في أن يكون هذا الانتصار نهاية للمشكلة بين إيران وإسرائيل غير أن الأمر ليس بهذه السهولة وفقا للصحيفة التي أضافت أن المسؤولين الإسرائيليين قالوا إنهم سيردون على هذا الهجوم الإيراني وهو ما لا يمكن معرفة تداعيته على مستقبل الانتصار العسكري والدبلوماسي للرئيس جو بايدن هذا وأغلق متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين أغلقوا جسر جولدن جيت أحد معالم مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وأظهرت مشاهد تم التقاطها من الجو طابورا طويلا من السيارات المتوقفة على الجسر الأحمر فيما المسالك في الاتجاه المعاكس خالية تماما ومنع المتظاهرون حركة الدخول والخروج من وإلى سان فرانسيسكو رافعين لافتة كتب عليها أوقف العالم من أجل قطاع غزة مشاهدينك كانت هذه إذن جولة في الصحفة الأمريكية في أبرز مجاء فيها فيما يتعلق بهذه التطورات سواء كانت الحرب في قطاع غزة أو موجة التصعيد الجديدة هذه بين إسرائيل وإيران اشتركوا في القناة رصدت رابطة مكافحة تشهير المناصر لليهود أكثر من ثمانية ألاف حادثة معادية للسامية خلال العام الماضي وذلك بزيادة تقدر بنحو 140% عن الحالات المسجلة عام 2022 وفقا للتقرير فإن معظم الحالات تم رصدها بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حمس زيادة مقلقة في عدد حالات معادات السامية في الولايات المتحدة وفقا لأحدث التقارير في هذا الشأن التقرير الذي نشرته رابطة مكافحة التشهير المناصر لليهود رصد أكثر من ثمانية ألاف وثمانمائة حادثة معادية للسامية خلال العام الماضي وهو ما يمثل زيادة بمقدار 140% عن عام 2022 وهو رقم قياسي سجلته الرابط منذ أن بدأت عملية المتابعة عام 1979 الحوادث التي رصدها التقرير تتمثل في حالات الاعتداء والتخريب والمضايقات المرتبطة بمعادات السامية بالإضافة لتأجيج المشاعر المعادية لليهود منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة الشكاوى التي تصل الرابطة وثقت تعرض الأمريكيين اليهود للاعتداء في المدارس وأماكن العمل والشوارع والمؤسسات اليهودية وحتى في المنازل بسبب هويتهم وتتطلب هذه الأزمة وفقا لرابطة مكافحة التشهير المناصر لليهود إجراءات فورية من كل فئة من فئة المجتمع ومن كل دولة في الرابطة بالإضافة إلى الاعتداءات تلقى العديد من اليهود تهديدات مختلفة شملت تخريب مراكز طلاب يهود ومعابد يهودية وتهديدات بقنابل وهتفات في المظاهرات تطالب بموت اليهود وتدمير إسرائيل في المقابل رصد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ارتفاعا في حالة الاعتداء والهجمات ضد المسلمين والفلسطينيين بالمقارنة مع العام الماضي وبزيادة تقدر ب56% حيث تلقى المجلس أكثر من ثمانية آلاف بلاغ حول اعتداءات ضد المسلمين وفي الحالتين كانت الجامعة مسرحا لتسجيل معظم الانتهاكات ضد الطرفين في أول اتصال بنظيره الصيني أدميرال دونغان أكد وزير الدفاع الأمريكي أن ولايات المتحدة ستواصل التحليق والإبحار بمسؤولية في بحر الصين الجنبي وفي أي ممر يسمح به القانون الدولي في وقت يستعد فيه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين لزيارة بكين هذا الشهر أجرى الوزير أوستن أول اتصال له بالأدميرال دونغان وزير الدفاع الوطني لجمهورية الصين الشعبية عبر الهاتف من هنا في البنتاجون وناقش الوزيران العلاقات الدفاعية للصين وقضايا الأمن الإقليمية والعالمية وخلال النقاش أكد أوستن على أهمية الاستمرار في فتح خطوط الاتصال العسكرية بين البلدين وشدد أيضا على أهمية احترام عالي البحار وحرية الملاحة المكفولة بموجب القانون الدولي وخاصة في بحر الصين الجنوبي مؤكدا مرة أخرى أن الولايات المتحدة ستواصل التحليق والإبحار والعمل بأمان ومسؤولية حيث ما يسمح لها القانون الدولي على أكثر من مسار تتحرك واشنطن للتعامل مع المتغيرات المقلقة في جنوب شرق آسيا في ظل محاولات التوسع الصيني والتهديدات التي لا تهدأ من كوريا الشمالية المسار الأول هو توسيع الاتصالات مع الصين لتخفيف التوترات في المحيطين الهندي والهادئ وفي أحدث حلقة في هذا المسار تحدث وزير الدفاع لويد أوستن بشكل مطول مع نظيره الصيني الأدميرال دونج جون صباح ثلاثاء وعلى نحو غير مسبوق منذ عام ونصف وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن الوزير أوستن كان قشدد في رقاء سابق على أهمية مواصلة فتح خطوط اتصال عسكري بين البلدين ومن المتوقع أن يسافر وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى الصين هذا الشهر لإجراء محادثات في حين أنهت لتو وزيرة الخزان الأمريكية جانت يلن زيارة إلى هذا البلد مع هذا المسار تتحرك الولايات المتحدة على مسار آخر مختلف يفتح المجال أمام اليابان للتسلح لتكون قوة إقليمية حليفة تستطيع مؤازرة واشنطن في منطقة يمكن أن تتفجر فيها أزمة كبرى في حال مضت الصين قدما في ضم تايوان إليها ضمن هذا المسار حث السفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل ثلاثاء توكيو على القيام بدور أكبر في تطوير الأسلحة وإنتاجها وتوريدها لتعزيز الأمن الجماعي وتعمل اليابان على توسيع قدراتها العسكرية وزيادة ميزانيتها الدفاعية في مواجهة تهديدات الصين وكوريا الشمالية وروسيا واشترت أربعمائة صاروخ طويل المدى من طراز توما هوك وهو ما يعد خروجا عن مبادئها السلمية بعد الحرب العالمية الثانية وأعلن الأسبوع الماضي خلال قمة الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء اليابان في واشنطن تطوير الاتفاق الأمني الثنائي بما فيه التعاون النووي وتطوير الأسلحة وتخفيف القيود على تصدير الأسلحة اليابانية وهي القيود التي فرضت على توكيو منذ الحرب العالمية الثانية وتفكر الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في ضم اليابان إلى تحالفهم العسكري المعروف بأوكيس الذي يتضمن نشر غواصات نووية وهو الأمر الذي أثار حفيظة الصين حوار الخصوم وتسليح الحلفاء مساران تخططهم الولايات المتحدة في آن معا لمواجهة عالم يكتض بالمستجدات وتحديات ليس في جنوب شرق آسيا فقط وإنما أيضا في أوروبا حدث تدور حرب أوكرانيا وكذلك مع احتدام التوتر الإقليمي في الشرق الأوسط في نيويورك استونفت محاكمة رئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تزوير مستندات لمجموعته العقرية منظمة ترامب وبإخفاء مبلغ 130 ألف دولار تم دفعها لممثلة الأفلام لباحية ستورمي دانيلز وتتواصل اليوم إجراءات انتقاء هيئة المحلفين الاثنى عشر بعد استبعاد قرابة ستين محلفا من أصل ستة وتسعين مرشحا في اليوم الأول من المحاكمة بعد أن أقروا بتعذر اتخاذهم موقفا منصفا وغير متحيز في القضية ووصل دونالد ترامب إلى محكمة منهات في اليوم الثاني من محاكمته التاريخية حيث شكى من منعه من مواصلة حملته الانتخابية بخلاف خصمه في الاقتراع الرئاسي جو بايدن هنا في نيويورك أصبحت هذه المحكمة شاهدة على أول محاكمة لرئيس أمريكي سابق في قضية جنائية وقد تكون الوحيدة على الرغم من مواجهة دونالد ترامب ثلاث قضايا جنائية أخرى فالمواجهات القضائية الأخرى لن تبدأ غالبا قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر وإذا فازت ترامب فقد لا تحدث أبدا انطلقت المحاكمة الاثنين في منهات بعملية اختيار هيئة المحلفين التي قد تستغرق أسابيع بشأن اتهامات تزوير مستندات محاسبية لمجموعة ترامب العقارية سمحت هذه النسخ المزورة بحسب الادعاء بإخفاء مبلغ 130 ألف دولار في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016 تم دفعها لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز كي تتستر على علاقة جنسية قبل عشر سنوات مع ترامب فيما ينفي الرئيس الأمريكي الصابق حدوثها وبعد يوم أول هيمنت عليه مسائل إجرائية أبرزها رفض القاضي خوان ميرشان طلب التنحي الذي تقدم به الدفاع أصبح المجال مفتوحا لاختيار 12 محلفا سيتعين عليهم أن يقرروا بالإجماع ما إذا كان ترامب مذنبا أو غير مذنب ومن أصل 96 مرشحا لهيئة المحلفين دخلوا الاثنين قاعة المحكمة تم استبعاد الثلثين سريعا بعدما أقروا بتعذر اتخاذهم موقفا منصفا وغير متحيز في قضية على صلة بأحد أشهر الرجال في العالم وأحد أكثرهم إثارة للجدل وبينما تتواصل الثلاثاء عملية اختيار المحلفين واصل ترامب بدور اتهاماته من داخل المحكمة بتعرضه للملاحقة السياسية مهاجما هيئة المحكمة وبعض الشهود وسط تحذيرات من القاضي خوان ميرشان بتوقيفه إذا استمر بتجاوزاته هذه محاكمة لم يكن ينبغي أن تحدث أبدا وكل خبير قانوني قال إنها وصمة عار لدينا قاضي يكره ترامب ولا ينبغي أن يتولى هذه القضية يجب أن أكون الآن في بنسلبينيا وفلوريدا وفي العديد من الولايات الأخرى لمواصلة حملة الانتخابية ولكن كل هذا يحدث بسبب جو بايدن الذي يستخدم الأمر من أجل محاولة الفوز في الانتخابات حتى الأيام الأخيرة واصل محامو ترامب عبثا تقديم الطعون لتأخير الموعد النهائي للمحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه في حالة إدانته خصوصا بعدما تمكن ترامب خلال طعون من تأجيل محاكماته الجنائية الثلاث الأخرى المتعلقة بمحاولاته غير القانونية لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وتعامله مع وثائق سرية عند مغادرته البيت الأبيض أنهى قضاة المحكمة العلية في واشنطن جلسة استماع للطعون التي تقدم بها محامو المتهمين في أحداث اقتحام مبنى الكابتل في عام 2021 وقالت المحكمة العلية أنها ستصدر رأيها في شهر يونيو القادم أو ما قبلها انتهت جلسات الاستماع لطعون الدفاع عن أزيد من 300 من المشاركين في أحداث الكابتل اقتحام مبنى الكابتل عام 2021 بإعلان المحكمة العلية أن الحكم النهائي سيصدر في أي وقت قبل شهر حزيران القادم وعقب الجلسة التقيت نيكونشيز وهي من أعضاء هيئة الدفاع نستمع سوف تتبين الأمور في شهر حزيران سيصدر القضاء رأيهم حينها القضاء كانت لهم أسئلة جيدة وكانوا منفتحين وقد صدرت أحكام في حق أكثر من 100 مشارك في أحداث اقتحام مبنى الكابتل والتي شارك فيها مؤيدون للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ذات اليوم الذي كان أعضاء الكونغرس بغرفته بصدد المصادقة على فوز الرئيس بايدن بانتخابات العام 2020 واعتبرت مشاركة هؤلاء بمثابة المحاولة لإبطال والقانون خلال تلك الجلسة التي كانت مخصصة لإقرار بأن الرئيس بايدن هو الفائز بانتخابات العام 2020 تحدثت أيضا إلى أبي تيمي تقول إنها تفتقد زوجها الذي يقضي محكومية في السجن بسبب تهم ضمن أحداث الكابتل زوجي مسجون الآن في سجن واشنطن بسبب مشاركته في أحداث يناير اسمه براين جاكسون أشتاق إليه أرتدي قلادته لأنه لا يستطيع ارتداءها في السجن ولإبطال تهم المدعين العامين الذين تأسسوا عبر وزارة العدل ولجنة الكونغرس حول أحداث السادس من يناير اعتمد الدفاع على أرفض استخدام قوانين تعود إلى ثلاثة عقود خلت تجرم عمليات إطلاف المثائق والسجلات في الهيئات الحكومية ويؤكد الجميع أنه في حال أبطلة المحكمة العليا تهم الإدعاء وإخلاء سبيل المشاركين في أحداث الكابتل فإن ذلك سيصب في صالح الرئيس الأمريكي السابق المرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب خل بالطويلة الحرة واشنطن أظهر استطلاع نجرة رويتر زيبسوس أن الناخبين الأمريكيين يرون أن أداء المرشح الجمهوري دونالد ترامب أفضل في مجال الاقتصاد من الرئيس الحالي جو بايدن وذكر 41% من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى الأحد أن ترامب لديه نهج أفضل في التعامل مع الاقتصاد مقارنة مع 34% من أفراد العينة اختاروا الرئيس بايدن أكد وزير العدل الأمريكي ميرك غارلند في شهادته أمام مجلسة بمجلس النواب أن الرئيس جو بايدن يتمتع بذاكرة قوية ولا يعاني أي عجز في قدراته الذهنية ويقوم بإدارة شؤون البلاد بحنكة وكفاءة مرة أخرى تطل مسألة الكفاءة الذهنية للرئيس جو بايدن برأسها في جلسة خاصة بمجلس النواب أكد فيها وزير العدل ميرك غارلند أن ذاكرة وقدرة الرئيس العقلية ليست محل شك ولا يعاني من أي عجز الرئيس ليس لديه أي عجز وأنا أثق فيه تماما لقد شاهدته وهو يوجه بحنكة اجتماعات الموظفين وأعضاء مجلس الوزراء حول قضايا شؤون الخارجية والاستراتيجية والسياسية والعسكرية في العالم المعقد الذي نعيشه الآن لقد كان حاسما في تعليمات الموجهة إلى الموظفين وحاسما في صنع القرارات اللازمة لحماية البلاد وعلى نحو المماثل فيما تعلق بالمناقشات المتعلقة بالسياسة الداخلية غارلند عرب أمام اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس النواب عن ثقته التامة في الرئيس وهي المرة الأولى التي يطرح فيها وزير العدل ملاحظاته بشأن الكفاءة الذينية لبايدن الذي يبلغ من العمر 81 عاما ليصبح الأكبر سنا بين زعماء أمريكا الذين اعتلوا منصب الرئاسة وتظهر استطلاعات الرأي أن سن بايدن يشكل أول ما بعث القلق للناخبين فيما تنضي الحملة الانتخابية على أشدها أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب الذي بلغ هو الآخر 77 عاما ليصبح كلاهما أكبر مرشحين يخوضان انتخابات الرئاسة الأمريكية وكشف استطلاع للرأي أن 77% من الأمريكيين يرون أن بايدن أكبر مما يسمح له بالعمل في الحكومة مقابل 65% قالوا نفس الشيء عن ترامب وكان المحقق الخاص في مسألة استحواذ بايدن على وثائق من البيت الأبيض إبان انتهاء ولايته كنائب للرئيس قد أشار في تقريره أن الرئيس يعاني من فقدان في الذاكرة وهو ما نفاه البيت الأبيض بشدة وأحجم جارلند في شهادته أمام الكونغرس السلثاء عن التعليق على ملاحظات المحقق الخاص مؤكدا أن ما يشهده من العمل مع بايدن ومن واقع خبراته الطويلة قاعد في إدارة الرئيس وفي مجلس الأمن القومي يؤكد أنه لا يعاني من أي خلل في قدراته الذهنية وصفت الخارجية الأمريكية الهجوم الذي استدفى كنيسة آشورية في سدن الأسترالية وصفته بالمساء مستنكرة طعن المهاجم لرجل الدين مار ماري إيمانويل والمصلين بوصفه يقوض حقوق رعاية ديارات المختلفة بالتعايش والتعبد بسلام ولفتت الخارجية الأمريكية في تصريح للحرة إلى أنها مطلعة على التقارير حول تعامل السلطات الأسترالية مع الحادث على أنه هجوم إرهابي قدمت الولايات المتحدة ضمنات طلبتها المحكمة العليا في لندن لتمهيد الطريق أمام تسليم مؤسسي موقع ويكيليكس جوليان أسانج المحتجز في بريطانيا قدمت الولايات المتحدة الضمنات التي طلبتها المحكمة العليا في لندن لتمهيد الطريق أمام تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج المحتجز في بريطانيا المحكمة العليا قضت الشهر الماضي بأنه سيتم السماح لأسانج بتقديم استئناف جديد ضد تسليمه لمواجهة الثمانية عشرة تهمة باستثناء واحدة بموجب قانون التجسس تتعلق بنشر ويكيليكس سجلات وبرقيات دبلوماسية خاصة بالجيش الأمريكي ومصنفة تحت بند السرية الضمنات المطلوبة من الولايات المتحدة شملت طلبا يسمح لأسانج بالاعتماد على التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير كما اشترطت عدم تطبيق عقوبة الإعدام في حالة إدانته فيما يتصل بتهم تسريب المعلومات المتهم فيها بالتجسس ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع في المحكمة في العشرين من مايو المقبل وقد قلل محام مؤسس ويكيليكس من قيمة الضمانات الأمريكية فيما وصفت زوجة أسانج في بيان المذكرة الدبلوماسية الأمريكية بأنها لا تضحض مخاوف الأسرة بشأن مستقبله وسط توقعات تميل إلى التشاؤم باحتمال قضاء أسانج بقية حياته في عزلة داخل سجن أمريكي قال صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى نمو بطيء لكنه سيحقق ثباتا لعام آخر إذ تدفع قوة الاقتصاد الأمريكي الناتج الإجمالي العالمي ليتجاوز تأثير ارتفاع التضخم وضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات حربين إقليميتين ويتوقع صندوق النقد أن الناتج الإجمالي العالمي يتوقع له النمو بمعدل 3.2% لعامي 2024 عام الحالي وكذلك العام القادم 2025 وقال كبير خبراء الاقتصاد بصندوق النقد أن الاقتصاد العالمي يواصل إبداء مرونة ملحوظة مع ثبات النمو وتراجع التضخم ولكنه لا يزال يواجه الكثير من التحديات ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض متوسط التضخم الأساسي العالمي إلى نقطتين فاصل 18 النقطة المئوية بحلول نهاية هذا العام 2024 وتوقع الصندوق كذلك أن يتسبب تباطؤ تأثير تشديد السياسة النقدية والمالية في أن يصل النمو في الولايات المتحدة إلى 1.9% في العام القادم 2025 وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو في الصين في هذا العام دون تغيير طباطؤ النمو وتصعد حدة توطرات في الشرق الأوسط قضايا محورية ركز عليها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال اجتماعات الربيع السنوية بالعاصمة الأمريكية واشنطن والتي تطرقت كذلك إلى ملفات أخرى ذات صلة مثل تغير المناخ والاتجاه للرقمنة وغيرها من محاور الاهتمام الاجتماعات أولت اهتماما خاصا بضرورة نزع فتيل التوترات في الشرق الأوسط والتي من شأنها توسيع دائرة الصراع الأمر الذي سيرفع أسعار الطاقة ويدفع البنوك المركزية لمحاولة السيطرة على التضخم الأمر الذي سينشأ عنه تباطؤ في النمو ليس على المستوى الإقليمي فحسب داخل الشرق الأوسط وإنما على مستوى العالم كذلك ولفت كل من صندوق النقد والبنك الدولي إلى أن التوترات في منطقة البحر الأحمر من شأنها أن تؤثر سلبا على تدفق سلاسل التوريد في الممرات المائية لتجارة النفط والغاز في الشرق الأوسط خاصة وأن المنطقة وبحسب البيانات الأممية تمثل نحو 30% من إمدادات النفط بالأسواق العالمية وبالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية تشكل مسألة ديون البلدان الناشئة سواء بالشرق الأوسط أو في شمال إفريقيا هاجسا دوليا في ظل رصد حالات عديدة من تعثر المفاوضات بين الدائنين والبلدان المدينة ما يعرقل تنفيذ خطط المساعدة لسندوق النقد الدولية وقد لفت الخبراء إلى أن ارتفاع معدلات الديون يستلزم وضع برامج لكبح جمح الإنفاق وتقلص فواتير الدعم التي تثقل كاهل حكومة المنطقة ويحذر الخبراء من أن ارتفاع الديون في المنطقة وتنامي حالة عدم اليقين نتيجة الصراعات المستمرة ستكون له انعكاسات سلبية على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يزيد المخاوف من احتمال عودة معدلات النمو المنخفض لمستويات ما قبل جائحة كورونا حلت هذا الأسبوع الذكرى الثانية عشر بعد المئة لغرق سفينة تايتانيك العملاقة وكانت السفينة تخوض أول وآخر رحلة لها متوجهة من ساوث هامتون بإنجلترا إلى نيويورك بالولايات المتحدة عندما غرقت وغرق معها أكثر من 1500 شخص كانوا على مدنها في هذا الأسبوع حلت ذكرى غرق السفينة العملاقة تايتانيك بعد إبحارها وعلى متنها نحو 2240 شخصا من المسافرين وأفراد الطاقم في رحلتها الأولى والأخيرة من ميناء ساوث هامتون بإنجلترا متوجهة صوب مدينة نيويورك بالولايات المتحدة وفي الرابع عشر من إبريل عام 1912 استضمت السفينة العملاقة بجبل جليدي لتغرق ويغرق معها 1500 شخص كانت تايتانيك فخر أسطول وايت ستار من السفن المدنية حيث كانت أطخمة وأفخمة سفينة تعتلي موج المحيطات وأطلق عليها لقب السفينة التي لا تغرق بنيت السفينة في مدينة بيلفاست الأيرلندية التي ظلت تحمل عارة الكارثة لعقود قبل أن تبدأ في التباهي بما حبت به تايتانيك من إبداعات هندسية وصناعة هائلة حتى افتتحت بعد المأساة بمائة عام مدحف تايتانيك عام 2012 في نفس موقع الترسانة الذي تم فيه بناء السفينة كانت السفينة تزم ما يقرب من 52 ألف طن ويبلغ طولها 269 مترا وعرضها 28 مترا حملت على متنها العديد من مشاهير ذلك العصر ومن بينهم صاحب متاجر ميسيز الأمريكية إزيدور ستراوس وزوجات وإيدا ومصمم السفينة بروس إسماي وتوماس أندروز كانت السفينة مقسمة إلى ثلاث درجات درجة فخيرة للأثرياء وكانت تضم قاعة فارها للحفلات وحماما للسباحة ودرجة ثانية لمتوسط الحال وثالثة للفقراء وخلال المأساة التي نجمت عن الاستضام بالكتلة الجليدية وتعذر الاتصال بسفن الإنقاذ القريبة لم تتمكن قوارب النجاح إلا من حمل نحو 705 أشخاص هم الذين نجوا من الكارثة فيما كان أغلب الضحايا من الدرجة الثالثة بهذا نصل إلى ختام نشرة من العاصمة هذه الأخبار وغيرها يمكنكم متابعتها مباشرة عبر صفحتنا على اليوتيوب كما يمكنكم بالتأكيد التواصل معنا عبر صفحاتنا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وكذلك يوتيوب شكرا دائما لطيب متابعتكم في أمان الله